ما هو الجديد في الشأن المصري؟ كل يوم لا شيء مياه هرا كده تماما في كل شيء في كل شيء كل حاجة على طابقة ايدك زي قلتلكم في البوست كده بتاع الدكتور خالد رفعت انبارح احنا في المؤخرة في كل شيء لما كان بيعلق على موضوع الباسبور المصري لان ما كانش معانا في حلقة انبارح احنا معانا مؤخرة في كل شيء مصر الطيران برا تصنيف تعليم برا تصنيف حرية حرية صحافة برا تصنيف عدالة قضاء برا تصنيف اقتصادي برا تصنيف باسبور برا كل حاجة احنا في اخر الامر فما فيش جديد الحقيقة وزي ما يعني اكثرت في هذه الجملة انه بعركة الوعية انتهت لا تنتظر ان حد مما ما يزال يؤيد النظام هنقلب لا قلاص يعني هو حتى ربنا كده قال لي سيدنا نوح كده بعد فترة طويلة انه لن يؤمن من قوم يكلم ان قد قفلت خلاص حاجة يجي تاني لانه اللي ما شافش بعنيه بعد الازمات حتى الازمات الاقتصادية والكهرباء خلاص صيبه بقى بطبط ايده وربنا يوفقه ان شاء الله دنيا واخرة فتلاقي انه وانت بتتعاطى حتى مع الاخبار المصرية ما فيش جديد الازمات الاقتصادية والاسعار فخلونا ان شاء الله باذن الله يا رب ان شاء الله ربنا لا يسئنا في اهلنا ولا يفجعنا فيهم في اهلنا في غزة يا رب وانتابع الايام الجاية بشكل اكثر ان شاء الله بسرعة بقى سندوق النقد النهاردة كان ليه كلام كتير جدا على البرنامج الاصلاحي في مصر اتكلم على انه الفجوة التمولية في مصر 28 مليار ونصف الفجوة التمولية الفجوة التمولية باختصاره ببساطة عشان نبقى فاهمين يعني هي العلاقة ما بين الارادات والمصروفة بالزبط كده زي الفجوة اللي عندنا في بيوتنا كلنا يعني كل المصريين عندهم فجوة تمولية اللي هو بيقبض 4000 ومصروفه 7-8000 فعنده فجوة 3000 دي باختصار هي عشان ما ندخلش في التفاصيل هي فيه فجوة عندها 28 ونص مليار دولار مليار دولار عشان كده بقولك طب وبعدين هتعمل ايه هتجب من ايه هي دي القصة كلها بدون يعني ايه شرح مفصل وكل الناس عارف يعني ايه فجوة من خلال مصرين كلهم دخلهم اقل بكتير من انفقهم فحنا عندنا كلنا نفس الفجوة بينما قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ان الفجوة التمولية بتاعتنا 56% في الدول النامية عموما اكتر من نص ميزانيتنا 56% صندوق النقد قال ان احنا مصر بتنتظر 14 مليار دولار في نهاية ابريل باقي فلوس صفقة رأس الحكمة او الدفعة التانية لان احنا تقريبا خدنا 15 مش خدنا 15 والله ما انا فاكر خدنا 15 اولا خدنا كام المهم دي دفعة يعني وده كويس يا جماعة احنا جالنا انبارح كان معنا الخبر انه مصر ده خلها 56 مليار صح؟ لو ما تسعة وتمانية وتمانية وخمستاشر بتاع رأس الحكمة فاحنا تخلى 56 مليار دولار فترة ده فاتت وده 14 كمان هم لأ هم المرة ال 56 دولا كانوا حسبين ال 35 بتاع رأس الحكمة فاحنا عندنا فلوس ايه الحمد لله؟ لماذا لا تظهر قيمة وتأثير هذه الاموال للمواطن المصري؟ ايه اللي اتغير في حياتك؟ ده سؤال ايه اللي اتغير في حيات المواطن المصري؟ عش كده بقول لكوه يعني الواحد مش متحمس خلينا بس موضوع الدولارات وموضوع الحاجات دي كلها نتكلم فيها بعد ايه؟ اما الفلوس دي تيجي وتخلص وتتصرف ونقعد نين دي بتاني امبارح اه لا بلومبرج النهاردة معنا بلومبرج النهاردة مش امبارح بلومبرج النهاردة والموضوع معنا لما اتكلم فيه بتتكلم بشكل مؤلم جدا 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 على مصر هنروح له بعد شوية صندوق النقد مصر ستعالج تسهيلات السحب على المكشوف من المركزي بتتمنى ذلك صندوق النقد يحذر يحذر مصر من العودة الى التحكم في سعر الصرف واقراض المركزي في الحكوم بيحذرهم الحكاة دي وهما بيعملوها الانوال قدامك كانوا قدامك تحذيرها وهما بيعملوها هما بيحافظوا على سعر الصرف الحكم يحذر من العودة الى التحكم في سعر الصرف ومصر فيها تحكم في سعر الصرف فعش كده بقولك الحكاة ما تستمعها تقعدش يعمل ست شهور بالكتير ست تسع شهور بالكتير فترجع ليه ما العادتها القديمة بس اسوأ بكثير والمرة دي لن تجد احدا يعطيك 35 مليون مليار دولار لان الوقت هنشوف الامارات بديتنا الفلوس دي ليه الامارات بديتنا الفلوس دي ليه فمش مستعجل على المسألة دي بص يا سيدي الحتة اللي جاية دي صندوق النقد بقى لما عمل المراجعة ادانا 7 من 15 من 7 من 10 انتعلم 7 من 10 تنجح 7 من 15 تسقط لانه 7 ونص هي اللي تنجحك او 8 تنجحك فقعد صندوق النقد دي راجع لان الحكومة عملت 7 اصلاحات من 15 هو حتت 15 معيار هيكلي الحكومة نفزت 7 وفيه 8 ما تنفزوش ولا حصل فيهم حاجة طب احنا لو نفزنا الخمستاشر هنبقى كويسين اسألوا الارجنطيق حالو دي ممكن تتعمل مهرجانات شعبية لو نفزنا الخمستاشر نبقى كويسين طب اسألوا الارجنطيق ما هي نفزت يا جماعة زي ما قال الدكتور حسن الصادق كان معانا امبارح الفيديوهات بتاعته هاتلي دولة دخلها صندوق النقد واتنطرت لقداء هاتلي دولة دخلها صندوق النقد ونفز فيها اجندة ادت الى تنمية مستدامة الاستاذ مجد عبيد والصحف الاقتصادي قال سبعة من خمستاشر يعني صائد دي نتيجة مصر مع الاسف في امتحان صندوق النقد عشان كده بقول اني مش متفائل وان الدنيا وردي احنا عايشين اللون الرمادي حتى نتحول الى لون ثابت غالبا بقى نتحول من الرمادي لايه؟ لوردي ولا لسود؟ هو راجل بقول مش متفائل وطبعا اكيد هيتصنفوه لانه اخوان هو راجل مش يخلوه لاخوه بالمسألة بس اي حد منصف واي حد عنده قدر بسيط من الفهم حتى قريت النهاردة الكلام ده الهامي توفيق النهاردة كان كاتب من القامل اللي جاها صعبة وهو هتحط فلوسك في حد ولا تشارك حد لانه تخسر فلوسك وتخسر صحابك فاي حد حتى وان كان من مؤيدي هذا النظام عنده شوية سنس عقل شوية مش مجرد قطيع ماشي فيه بيطبل عشان ياخد امتيازات وفلوس فعارف كواس جدا النتيجة لن تكون ايجابية والايام يا سيد مش اثر منها احنا بدأنا الكلام من عشر سنين وما قلناه خلال عشر سنوات تحقق بالنص اللي ماشي بيلبسك في الحد الاقتصاد هيوديك كزا الدولار هيروح لكزا كل اللي قلنا وصل فيا دي الايام مفيش يعني اقرب منها زي ما بيقوله وكل منتظر قات كل منتظر قات فادينا مع بعض يا جماعة نقولكو يا جماعة احنا غلطنا هذه المرة والاقتصاد الحمد لله تحسن ورجع المواطن مصري يعيش في رخاء ودي تبقى مصرية ولا يا هم يقولوا اقل المرة الالف الجماعة اللي برا دول علموا علينا صندوق النقد كمان النهاردة فجر مفاجأة وقال ان احنا علينا اربعة ونصف مليار دولار دي عقود توريد متأخرة من شركة المصرية البترول يعني ادي كمان جون كمان هيحسب علينا اربعة ونصف مليار دولار المفروض بشركة المصرية البترول توردهم عشان الحاجات اللي بتاخدها ناخد هذا الانفو اللي بيوضح ابرز النقاط في المراجعة الاولى والتانية اللي عملها صندوق النقد المصر ابرز النقاط التي اوردها صندوق النقد في المراجعتين الاولى والثانية لمصر برنامج الطروحات الحكومية حيث حقق عائدات بقيمة اثنين مليار دولار فاصل اربعة فضلا عن اثنين مليار دولار فاصل اثنين من التدفقات الدولارية في العام المالي الفين وثلاثة وعشرين الفين واربعة وتستهدف مصر بيع اربعة اصول على الاقل في قطاع الطاقة والتصنيع بعائد ثلاث مليار دولار فاصل ستة في شكل تدفقات اجنبية الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة حيث ينتظر ان تتلقى مصر نحو اربعة عشر مليار دولار في نهاية ابريل البنك المركزي والتحول الدائم لسياسة سعر الصرف المرن والتعاهد بعدم فرض او تكثيف قيود على الصرف او ممارسات العملة المتعددة او فرض او تكثيف قيود الاستيراد لاغراض ميزان المدفوعات السياسة الاقتصادية بما فيها تنفيذ الاصلاحات الرامية الى تكافؤ الفرص مع تخارج الدولة من الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وايضا تعزيز الجهود المالية لغفض الديون وتقليل احتياجات التمويل الحكومة المصرية استوفت سبعة اصلاحات فقط من ضمن خمسة عشر معيارا هيكليا وضعها الصندوق فهل تستطيع مصر الالتزام ببرنامج الاصلاحات ام ان الاقتصاد المصري سيظل في تدهور مستمر